لقب بالقاضي الرحيم وكسب محبة المتهمين قبل غيرهم من الناس واستطاع أن يقدم الإنسانية والأخلاق على القانون على عكس السائد في المحاكم حول العالم وليكون بذلك منفرداً بهذه الأخلاق وبصيص الأمل لكل من ضاقت بهم الظروف إنه فرانك كابريو أو فرانشيسكو كابريو وهو قاض ومحام أمريكي ولد عام 1936 وعمل رئيس قضاة محكمة بلدية بروفيدنس في ولاية رود آيلاند بالولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1985 كما شغل أيضاً منصب رئيس مجلس محافظي رود آيلاند للتعليم العالي لمدة عشر سنوات اكتسب القاضي كابريو في السنوات الأخيرة شهرة عالمية بعد انتشار مقاطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تظهره في محاكمات أغلبها لمهاجرين ومسلمين وغير مسلمين تميزت بالرأفة والرحمة والتماس العذري للمتهمين مع حضور روح النكتة في جلساته حتى لقب بالقاضي الرحيم لمواقفه الإنسانية وانحيازه للضعفاء والمظلومين خلال عمل كابريو قاضياً في محكمة بلدية بروفيدنس لقت جلسات المحاكمة التي يترأسها شهرة عالمية بفضل رحمته ورأفته بالضعفاء والمظلومين اكتسب في السنوات الأخيرة شهرة عالمية بعد ظهوره في البرنامج التلفزيوني كوت ان بروفيدنس الذي ينتجه شقيقه جو كابريو والذي تم ترشيحه لجائزة داي تايم ايمي سنة 2021 وتحصد مقاطع الفيديو لجلسات الاستماع التي يرأسها كابريو في قاعات محكمة مدينة بروفيدنس ملايين المشاهدات الممزوجة بالعواطف والتعبير الانساني على الشبكات الاجتماعية وذلك بسبب تعامله الرحيم مع المتهمين الذين تدفعهم ظروفهم الاجتماعية الصعبة الى ارتكاب بعض المخالفات ومن اكثر ما يميز القاضي كابريو تعاطفه مع كل من يدخل غرفة المحكمة بغض النظر عن عرقه او جنسه فهو يتعامل مع الجميع من باب الانسانية وبروح القانون فقد شهدت محكمته الكثير من القضايا التي وقف فيها مهاجرون ولاجئون من مختلف الدول العربية وكانت النتيجة دائما اسقاط الغرامات او المخالفات المفروضة عليهم بعد معرفة الظروف التي وقعت فيها تلك المخالفات بل اكثر من ذلك انه كان يبعث بتوصية للجهات الداعمة للمحتاجين او المعوزين لمساعدة هؤلاء الناس ومن المواقف الطريفة للقاضي كابريو التقاءه بمحبوبته السابقة والتي عملها بكل محبة وود بعد سنوات من الغياب ممازحا اياها بالكشف عن سر تلك العلاقة التي كانت تجمعهم فيما مضى امام الجميع وفي النهاية اسقط عنها الغرامة وسط اجواء من الانسانية والمحبة وعن سبب تعامله بهذه الرأفة والرحمة يقول اؤمن انني يجب ان اضع في اعتباري ان الشخص ربما يكون مريضا او فقد احد والديه وان اطفالهم يتدورون جوعا انا لا اضع شارة اسفل الروب بل قلبا ورث كابريو هذا العطف وهذه الرحمة من والده المهاجر الايطالي الذي كان يبيع الحليب وعلى الرغم من ظروفه الاجتماعية المتواضعة كان يدفع فواتير فئة من زبائنه الذين لا يملكون ما يكفي لسداد ما بذمتهم واعترف القاضي ان والده هو من علمه ان يتعامل مع الناس بهذه الطريقة اسس فرانك كابريو صندوقا للمنح الدراسية لطلاب روت ايلاند المتفوقين الذين يطمحون الى تحسين الولوج الى الخدمات القانونية لا سيما في الاحياء الفقيرة كما خصص منحا دراسية اخرى في كل من كلية بروفيدنس والمدرسة الثانوية المركزية في المدينة تكريما لوالده وعلى مستوى اخر حصل القاضي كابريو على درجة الدكتورال فخرية في القانون من كلية الحقوق بجامعة سوفولوك في عام 1991 وكلية بروفيدنس عام 2008 وفي عام 2016 حصل ايضا على الدكتورال فخرية في الخدمة العامة من جامعة روت ايلاند وقد احيل على التقاعد في نهاية كانون الاول عام 2023 بعد حوالي 40 سنة من العمل في القضاء وبعد تفريجه كرب المئات من المتهمين والمتابعين وقبل ايام زف القاضي الامريكي الشهير فرانشيسكو كابريو خبر انتهاء رحلة علاجه من المرض وذلك عقب تشخيص اصابته بسرطان البنكرياس في ديسمبر الماضي قائلا في اخر يوم من العلاج الاشعاعي انا في طريقي الى ايام سعيدة محتفظا بابتسامته المعروفة عنه وبشاشة وجهه الذي اثار اعجاب الملايين حول العالم وانت ما رأيك بالسيرة العملية لهذا القاضي شاركنا برأيك شكرا